عايزة أفكركم بحالة الطفل هيسم حسام اللي كان عمره أربع شهور بتولد بعيوب خلقية وتشوهات في الوجه والفم كان محتاج عملية على أربع مراحل بتكلفة 200 ألف جنيه الحمد لله البرنامج قدر بالتعاون مع الدكتور أحمد سراج رئيس قسم جراحة الوجه والفك في جامعة اسكندرية إن احنا نعمل المرحلة الأولى من العملية لهايسم في مستشفى مورة العصفرة وإن شاء الله احنا نكملين مع بقية المراحل لغاية من الطمنا حلقة إنسانية صعبة ومؤثية جدا للطفل اسمه هيسم عنده أربع شهور هيسم اتولد بتشوهات في الوجه والفم وسأف الحل كنا مركبين له خرطوم بيرضع به وروحنا للدكتورة بقى في صنطة وجابتنا جهاز معنا إلي بيرضع به دوق أوضعكم مالية مش تهري يا حضرتك ست بيه وزوجها بيشتغل ايه المصنع التالي اين دخلوا في شهر كامل؟ من الشهر وبالأسبوع دعني كوني غبانون بيه ربنا قدامنا نقدر نعمل حاجة معنا على التليفون عشان يعني الخير ييجي دايما أستاذ أحمد سراج الدين حبيب أستاذ رئيس باسم جراحة الوجه والفم والتجميل بجامعة اسكندرية بطراحة مساء الكير يا فمم وأحب أعرف من حضرتك إيه اللي ممكن نقدمه لحالة الطفل هيسم وأنا عرفت نساتك إن شاء الله يعني متبرع بإجراء العمليات الجراحية الخاصة في هيسم بالكامل إن شاء الله فأنا كنت حابب إن شاء الله رب العالمين بالتعاون مع إدارة البرنامج زي ما إحنا بنتعاون دايما مع بعدينا إن شاء الله نقوم بإجراء العمليات الجراحية ليه بغير لما إن شاء الله يبقى أحساب سورة إيسم أتولد بيشوف أرنبي الدكتور قال إن هو عايز أربعة عمليات وكل عملية باربعين ألف وأنا جوزي على قد حاله فشوفنا الدكتور عام على التلفزيون وجينا حكي نقوله على الظروفنا والدكتور أحمد سراك دخل معنا وقال له خلاص أنا تبنات الحال وإحنا النهاردة في المستشفى ما برد على صفرة وهي نعمل عملية للتفل عايز ما كنتش مصدقة إن لبنى يعمل عملية بس الحمد لله وأشكر أهل الخير إن هم ساعدوني عشان نعمل العملية لبنى كنت بشوفه بقى نستعطولي وادة وان وعمل كالي ميفسا شوفه حلو يعني زي باية الأطفال إحنا مكوناش مصدقين أصلاً وهنا موال من اللي عماليه له مكونش مصدقين الموضوع ده أصلاً لما لقانكو غايين طريحنا وبقى أنا مش مادنة دنيا بخلصة وربنا يستيخل لي يا ربو يبارك فيه وقبل أنكو الخير يا ربو يبارك فيهم ويدهم والصحة يا ربو وخلهم للغلاب وأنا فرحانة نهاردة مش مش مقضيني يعني اللومت عملته كده موسيقى 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 مع سقف الحل قدرت برنامج مشكورة تواصلت معنا وقدرنا ان احنا النهاردة نبتدي اول مرحلة لعلاج هيسم هيسم تقريبا محتاج اربع مراحل مراحل بنفيد فيها الشفة اللاسة مراحل بنفيد فيها سقف الحنك مراحل بنجمل فيها الانف بتاعته علشان خاطر تبقى شكلها طبيعية هنبتدي اول مرحلة لهيسم ان احنا هنقفل له شفته من الناحيتين مع جزء من اللاسة وجزء من سقف الحل وبنتمنى ان التعاون مع دارة البنامج يستمر وان احنا نقدر نساعد الناس جميعا اكتر واكتر في حالات اكتر واكتر